ايكونيوز خلال 11 شهر الماضي من العام الحالي بتطور بلغ 4.8% في الحركة التجارية للمطار وإلى حدود نوفمبر 2024 بلغ عدد المسافرين في مطار تونس قرتاج دولي أكثر من 6.6 مليون مسافر وسجل تطور بنسبة 8.8% ومن المنتظر أن يجيوز عدد المسافرين بنهاية العام الحالي 7 مليون مسافر مصالح الرقابة تابعة لوزارة التجارة وتنمية تصاديرات تطلقت خلال شهر نوفمبر 584 شكاية عبر الرقم الأخضر تركزت أسيسا حاول تجاوزات في منتجي البطاطا ولحوم الدواجن وأسفرت نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية لشهر نوفمبر في عديد القطاعات أسفرت عن تسجيل 7.694 مخالفة في قطاع المنتجات الفلاحية والبحرية التازجة إلى الأخبار الاقتصادية العالمية وانساعدت عملة البيتكوين الرقمية أكثر من 5% اليوم لتخطى سعرها عتبت 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها وذلك بدفع من الأمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السيباق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتوقعات بإقرار تشريعات أكثر مرونة في مجال العمولات المشفرة ونختم مع مصر وإن أعلنت إدارة البورسة المصرية تنفيذ سبع صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير وتضيف إدارة البورسة المصرية بأن القيمة الإجمالية لصفقات هذه تصل إلى 8.89 مليار جنيه إيكو نيوز شكرا زينب شوية خلطة